وللمزيد من التفاصيل تطلعنا عليها مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم إليكي جرمين نعم بعد تحية نتابع معكم من داخل القاعة التي شهدت منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات بحضور ممثلي القنوات والصحف العربية والأجنبية هذا المؤتمر الموجه بالأساس لهذه الفئة وهي ممثلي القنوات والصحف العربية والأجنبية من أجل توضيح موقف مصر في خلال الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع غزة وأيضا الموقف في المنطقة بشكل عام في بداية هذا المؤتمر الصحفي أكد ضياء رشوان أن موقف مصر لم يتغير منذ بداية الأزمة والموقف في قطاع غزة وكان هو موقف ثابت حتى من قبل الأحداث التي اندلعت في السابع من أكتوبر الجاري وأعطى مثالا في الفترة من نهاية العام الماضي وحتى السابع من أكتوبر فأكد أن مصر في ديسمبر من عام 2022 أدانت الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة وهو نفس الأمر أيضا حدث في إبريل من عام 2023 عندما أصدرت مصر بيان مشترك مع عدد من الدول العربية والأجنبية وطلبت فيه في وقف إطلاق النار على قطاع غزة وهو متكرر في مايو من نفس العام عندما أيضا أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي واقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى وجاء الموقف الحالي الذي تزامن مع بداية وقوع الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري وهو الموقف الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المناسبات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية وكان هذا الموقف يتحدث في عدد من النقاط كما أوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات وهو مقام بإضاحه للصحفيين ممثلي القنوات الذين كانوا يتواجدوا في القاعة منذ قليل هذا الموقف يتضمن أن القضية لابد أن تحل وفقا للشرعية الدولية وأيضا قرارات مجلس الأمن فهي جهود مستمرة أعلنها ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات لكل الحضور هنا في هذه القاعة إضافة أن أجاب على أسئلة الكثير من الصحفيين في إضاحة موقف مصر من القضية الفلسطينية قبل اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو